قررت اليابان تخفيف العقوبات التي تفرض على بيونج يانج وذلك بعد يومين من محادثات جمعت الطرفين في بكين بشأن قضية مصير مواطنين يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أن بلاده قررت رفع بعض القيود التي تفرض على بيونج يانج بعد اطلاعها على تشكيلة لجنة التحقيق الكورية الشمالية المعنية بقضية المختطفين وتأكدها على ضمها لمندوبين من جهتين رئيسيتين لصنع القرار ما يعطيها صلاحيات حقيقية للتحقيق وكانت كوريا الشمالية قد أعادت خمسة يابانيين من إجمالي ثلاثة عشر تقول إن اختطفتهم في الماضي لتدريب عناصرها الاستغباراتية على العادات والتقاليد اليابانية لكن توكيو تشكك في هذا الرقم وتقول إن عدد المختطفين لا يقل عن سبعة عشر شخصا نعم اشتركوا في ق. comen